أكبر مخاطر بتواجه الإنسان والبيئة وصعوبة التعامل معها هي النفايات أو المخلفات المخلفات التي تشغيل خطر أحيانه للإنسان فقد تنتقل إلى طعامه وشاربه فتلوث المياه الجوفيه والأنهار النات ї عن المخلفات الصناعية كالصناعة الألبس والصناعة البترو كيمويات والكيمويات واللي قد تنتج مواد خطرة بتأدي إلى السرطانات وأماءهم امراض خطيرة اخرى. وقد تودي بعض المواد الكيميائية لتلوث التربية السطحية واللي قد تشكل خطأ على الزراعة واللي قد تنتقل الى الانسان عن طريق الفواكه او الخضروة. ومن اخطر المخلفات اللي بتواجه الانسانية الاشعاعات او المواد المشععة اللي بتنتج عن النشاط النووي او الاسلحة النووية. تقول دراسي بانه البشر عام 2016 انتج اثنين مليار طن من النفايات. متوقع انه يزيد هالرقم الى 3.4 في عام 2050 ونفايات البلاستيكي الواحدة هي ميتونتين واربعين مليون طن. والدول الغنية الى النصيب الاكبر من اتج النفايات حيث انتجت حوالي 34% من النفايات حول العالم. ودول شرق اسيا والمحيط الهادي انتجت حوالي 24% من النفايات. من اكثر الدول انتاجة لنفايات في العالم كدولة هي الصين. من اكثر الدول انتاجة لنفايات في العالم كافرادها اي مكيا بمعدل 2 كيلو جرام من الشخص الوحيد. وفي دول حققت نجاح كبير في تدوير النفايات منها كوريا الجنوبية وسنغفورة وهونغ كونغ والسويد والنرويجن فمثلاً كوريا الجنوبية بدأت برنامجة في تدوير النفايات في عام 1992 بينما سنغفورة بدأت برنامجة في عام 2001 وحققت نجاح كبير وهناك فواد كبيرة لإعادة التدوير من حماية الموارد الطبيعية وتقليص حجم النفايات الموجودة في البحر واليابسة وإعادة المعادل المسرجع على استعمال جديد وتوفير الكرتون اللي بقليل مستنزاف قطع الأشجار وتوفير المياه هناك فواد كثير لا تعد ولا تحصل إعادة التدوير والمحافظة على البيئة ويجب تحفيز المجتمع عن طريق المنظمات الحكومية والغير حكومية على إعادة التدوير وتقليل النفايات والمحافظة على البيئة من أجل حياة أفضل ونظيفة إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا بلايك واشتراك وتابع حلقاتنا السابقة وانتظر حلقاتنا القادمة إلى اللقاء